بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مرحبا بحضراتكم أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الأسبوعي والذي نحن نعيش فيه على مضار العامين هذا العام والعام الماضي بفضل الله تبارك وتعالى حلقة اليوم هي الحلقة الثانية عشرة بعد المئة ولعلها تكون الحلقة الأخيرة قبل رمضان استقبل رمضان بخير وإن كان في العمر بقية وأطال الله في أعمارنا فيما يرضيه اللهم آمين وغفر لنا ذنوبنا وستر منا عيوبنا ومن علينا بمنه وكرمه وعطفه ولطفه وحنانه أن يكرمنا وأن يتقبل منا نلتقي يعني كان في العمر بقية وكان لنا نصيب نلتقي بعد رمضان إن شاء الله هذه الحلقة مهمة للزوجين مهمة للأسرة ولذلك جعلناها بعنوان الأسرة قبل رمضان نحن على مضار السنتين بنتكلم عن مشكلة ما بنزوج وزوجته نحلها كيف يتعامل معها كيف يكسبها كيف يواجه حياته معها حياته معها كيف يتعامل مع أهل زوجته وهكذا وقات لنا عدد من الأسئلة أجبنا عليها في حلقات ناضيات لكن إحنا لازم بقى يبقى فيه زي رشدة كده وبرنامج ونصائح ووصايا ويعني خطوات يسير عليها الزوجان أو تسير عليها الأسرة المسلمة في شهر رمضان أحط عنوان أو الحاجة التخطيط اتنين التعاون تلاتة عدم تضيع الوقت أربعة اهتموا بالأطفال خمسة الهمة العالية والتنافس الهمة العالية والتنافس طيب تعالوا كده مع بعض مسألة التخطيط هو الزوج يخطط مع زوجته امتى قبل رمضان نركز قوي نركز أنت أركز مع زوجتك لو قالت لك أن أنا عايز أجهز أكل وجهز وجبات قبل رمضان بتاعة رمضان قبل رمضان ساعدها على ذلك إن كان في مقدرتك وفي استطاعتك أن تفعل هذا ففعل خلاص إن كان في استطاعتك أن تفعل هذا ففعل قويس ليه لأنه هيوفر عليك وهيوفر عليها هيوفر عليك إنك في رمضان ما تنزلش ساعة واثنين تتسوى لأنه الناس في رمضان ما تعرفش ليه الأسواق مزدحمة ليه الفكهاني عنده زحمة ليه البقال عنده زحمة ليه المولاد زحمة ليه المطاعم وقت الفطار زحمة سبحان ربي سبحان ربي المطاعم تلاقيها في رمضان الحجز قبلها بعشر تيام وبأسبوع لو رحت مطاعم في مطاعم لو رحتها في نفس اليوم قبل الفطار بساعة رحت العاص ولك ما فيش مكان ليه هو احنا شهر ايه شهر اكل هو الشهر ده تعمل عشان ناكل عشان نشرف في المطاعم عشان نقضيها في المطاعم ما تقعد في بيتك تاكل في بيتك اذا كانت مرة ولا حاجة ماشي في الشهر كله ماشي لكن احنا هنقضيها من المطاعم ده للمطاعم ده للمطاعم ده العزومة دي ماذا تركت لنفسك ماذا حافظت لنفسك لأيه بقى لان انت لما تروح مطاعم خلاص انت حتخرج من المطاعم ده على العشة او بعد العشة وبعدين خلاص لا ترويح ولا غيره بقى اما روح بقى صلي وهكذا لا انت سعدت زوجتك قبل رمضان جبتلها الاكل والله احنا هنأكل كم اكلة بكذا هنجيب كذا نجيب كم فرخة نجيب كم كيلو لحمة مش عارف هنعمل ايه بنحب نأكل ايه وزوجتك تتبل ده وتكيسه وتفرزنه حلو زي الفل وفرت على نفسك انك جبت الحاجة كلها مرة يحتي زوجتك ان هي يبقى عندها وقت نفسها في رمضان لما تبهي شايلة الاكل تجيها انطلع حتى على البتجاز او على النار يستوي خلاص يا اطلع على السوى بقى افكاري ما ده تخطيط مش ده تخطيط وده كله ليه عشان رمضان شهر استثمار وليس شهر استهلاك شهر ايه استثمار انا بس تثمر انا عاوز اكسب تكسب ايه اكسب حسنات مش اكسب اكل مش اكسب معدة مش اكسب حلويات بعد التراويح مش اكسب عرقسوس مش اكسب عصاير مش اكسب اكل اللي هو انا الاكل عندي في رمضان ده حاجة يعني رقم واحد يبقى ساعد زوجتك كلام ده مهم ساعد زوجتك قبل رمضان ويادي الناس اللي تشوف الحلقة دي تحاول تطبقها بانفكر مع بعض انا بعمل ده انا كاحمد بعمل ده ليه 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 عشان انا اريح نفسي منزلش كل يوم في رمضان او كل يومين اشتري هتلينا كزا عايزين كزا خلاص ايبانا جبت الاكلات الاساسية خلاص وتشالت طلع تسوي وحفظت كمان على وقت زوجتي ليه على وقت لان انت لو الاكلة جاهزة تطلع تسوي طلعها من الفريزر تسوي طب مش جاهزة لأ وقف بقى يخسل وقف مش عارف اعجل وقف تبل وقف مش عارف ايه فتحت على نفسك وعلى زوجتك فتحات ومشاكل ووقت وتضيع ووقت وضع رمضان وهي وقفت كتير تعبد من الوقفة مش قادرة تصلى تراويعة ونام وانت بقى من الناس لو انت من الناس اللي الصيام بيتعبها تنزل بقى وتعود تشتري الحاجة وتعود تزاعة وتعود والطبور وما تلاقيش الزعي وطولة اللسان والصوت العالي غير في رمضان بالذات الساعة اللي قبل المغرب صح ولا غلط صح صح تفقين معاي الناس اللي عندها الصيام بيعمل لها أزمة أو واحد عصبي أو واحد بتاع سجايا أو المهم بالساعة اللي هي قبل رمضان دي قصدي قبل المغرب ما بين العصر والمغرب كده تلاقي الناس يعني مش مستحملة بعض هو يجي في اللحظة دي مش قادر أي حاجة يزعع عليه محروم من السجايا ليه محروم من الأكل ليه مش عارف يشرب مش عارف يأكل فيتعصر فيزعع فيتنرفز يبقى احنا نخطط لإعداد الطعام والإفطار قبل رمضان ياريت يقول ابن القيم وحاجة كمان على فكرة حاجة كمان مهمة أوي لو تقدر تشتري حاجة العيد قبل رمضان يا حبذة تاني لو تقدر تشتري حاجة العيد لبس العيال أنا بتعود وتلفي و تلف و تلاقي و ما تلاقيش تلاقيش هنا تروح المكان الثاني روح مكان الثاني ممكن تطيع ليلتين ثلاثة عشان تشتري لبس العيال وتشتري من قبل رمضان خلاص و نحاول ان احنا ما نسرفش ما نكثرش و اكله و اشربه و لا تسرفه رمضان مش للأكل والله والله ما هو للأكل انت خد بس كده من الأكل ما يقوي به ما تتقوى به على الطاعة و ما تتقوى به على الحياة و يا ليت لما تقعد تفطر ما تقولش يا نا الفطار لا كل أكل كده انه انت فطرت علشان تقدر تسلي التروح لانك اذا امتلقت البطول نامت العيون و من المعينات على قيام الليل عدم الاكثار من الطحام حاجة معروفة يقول ابن القيم فضول الطعام داعٍ الى انواعٍ كثيرةٍ من الشر فانه يحرك الجوارح الى المعاصي و يثقلها عن الطاعات و حسبك بهذين شر فكم من معصية جلبها الشبع و فضول الطعام وكم من طاعة حال دونها فمن وقي شر بطنه فقد وقي شراً عظيما كلام جميل بطنه ما دحكتش عليه و استعوزت عليه و هم و هم بطنه يقول لك خسارة بطنك و لا خسارة حكتك و لا مش عارب يقول لك خسارة حكتك و خسارة بطنك ليه؟ ليه؟ كل حاجة باقتصاد و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقطروا و كان بين ذلك قواما و كذلك جعلناكم أمةً و ساطا يبا احنا و سط في كل حال يبا اول حدر التخطيط اتنين التعاون عوزك انت و زوجتك تبقوا متعاونين في البيت في رمضان تعاون في العبادة تعاون في قراءة القرآن تعاون في صلاة التراويح تعاون في الدعاء تعاون في الأذكار تعاون في إعداد الإفطار تمام كده؟ كل ده تتعاون فيه اه تتعاون فيه ما هو اللي انت عاوز تعمله زوجتك هي كمان عاوز تعمله فكن حريصا على وقتها كما أنت حريص على وقتك لو احنا ونا مسألة القرآن شجع زوجتك انه تقرأ وردها و انت شجع زوجك انه يقرأ ورده نشجع بعض و نتنافس ما أجمل التنافس في طاعة الله نتنافس ايه؟ في قراءة القرآن انت قرأت النهاردة قدي جزء لا نسبقك طيب انت قرأت النهاردة قدي لا ده نسبق ده نقرأ تخدم وهكذا حاجة حلوة هو ده التنافس الحلو اللي يرضى ربنا و يرضى سيدنا النبي عشان النبي ما يشتكيش يوم القيامة ربنا يقول و قال الرسول يا رب ان قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا و منتشن رمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان تمام نتعاون في قراءة القرآن أنا أشجع زوجي و زوجي شجعني نتعاون في الدعاء هؤلد دلوقتي نتعاون في قيام الليل نتعاون في أمور البيت و إعداد الفطور التعاون في قراءة القرآن نحن أقول وبعدين نكتهد بقى أنه إيه هي تقول لها نحا قتم السنة دي الختمة ولا نحا قتم ختمتين هي تسمع كده لا باش أحسن مني نحا قتم أنا ثلاث ختمات طبعا نحا قتم أربعة التنافس ده حل كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع الأعمال و أقبل على قراءة القرآن العبادة المميزة في رمضان قراءة القرآن محمد بن اسماعيل من البخاري كان يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة الله الله كل يوم ختمة في رمضان أيها يعني كم ختمة في آخر الشهر تلاتين ختمة و يقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالي بختمة تاني يقوم بيقرأ القرآن كله كامل كل يوم في النهار بالليل بعد ما بيصلى التراويح بيصلى تهجد بيختم القرآن في التهجد بتاعه كل ثلاث ليالي بيختم ختمة يعني ثلاثين بالنهار و كل ثلاث ليالي يعني في الشهر كله عشر إيه ختمات بقى الإمام البخاري كان يختم القرآن الكريم في رمضان أربعين مرة تقولي إزاي بركة الوقت ولو أنت تقدر هتقدر قراءة القرآن كله تاخد منك من عشر إلى اتنشر ساعة أنت عندك 24 ساعة تمام مجاهد كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة قتادة كان يختم القرآن كل سبعة أيام فإذا جاء رمضان يعني في العاد في العاد بتاع سيدنا قتادة يختم القرآن كل سبعة أيام لما يجي رمضان يختم كل ثلاث تيام مرة فإذا دخلت العشر يختم كل ليلة الله إبراهيم النخي كان الأسود يقول كان الأسود ويختم القرآن في رمضان كل ليلتين أي رأيكم نقدر نعمل ده نقدر نعمل ده اللي عاوز يعمل هيعمل اللي عاوز يعمل هيقدر يعمل اللي حيستسلم ويقول أصل وفصل والوقت والبيت والمطق والعيال والشب أنا ممكن أقول لك على تجربة حلوة قوي ممكن أقول لك على أنك قبل الصلاة تقرأ لك حزب قبل الفجر صحرت صحرت بدري وبعدين فضل بتاع ربع ساعة على على الفجر قم خد لك فيها حزب يعني نص جزء بعد الفجر وانت قاعد كده خد حزب قد كده جزء قبل الضه خد لك حزب وبعد الضه خد حزب وفعل ده مع كل صلاة حزب قبل حزب بعد يعني مع كل مرة ايه مع صلاة جزء في الخمس صلاة تديك ايه خمس أجزاء تختم القرآن كل قد ده كل ستيان ايه رايك لو انه قرأت ايه عشر دقايق بس قبل كل فرد وعشر دقايق بعد يعني محتاج عشرين دقيقة اختي من القرآن كل ستيان الله الله يعني خمس ختمات في رمضان لو انت عملتك حابب بقى تزود بدل موحز بخليه جزء ده حل يبقى جزء قبله جزء بعد بعد كل صلاة في الخمس صلوات يبقى انا عندي جزئين في خمس عشر اجزاء يبقى انا اختم كل تلتيا يبقى انا اختم كم ختمة عشر ختمات لو انا اختمت كل تلتيا ايه رأيك وانا تنافس ويا سلام بعد ما تختم تجمع اولادك وزوجتك واهل البيت ويا الله ندعي هكذا كان يفعل السلف يبقى ننتقل من القرآن الى ليه الدعاء الدعاء عند ختم القرآن والدعاء عند الافطار الدعاء عند ختم القرآن يقول انا كان اذا ختم القرآن جمع اهله ودعا ومجاهد كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقول ان الرحمة تتنزل عند القرآن يبقى سيدنا اناس عمل السلف عمل سيدنا عبدالله ابن عباس كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن سيدنا عبد الله بن عباس كان يخصص حد يرائب اللي بيقرأ قرآن فإذا أراد أن يختم اللي بيقرأ ده الآن قرأ بيختم اللي سيدنا عبد الله بن عباس مكلفه يرائبه يخبر ابن عباس أن فلان ده قرأ بيختم فيشهد ذلك يبقى سيدنا عبد الله بن عباس إيه يشهد هذا الخط حريص قال لك لأن الرحمة تتنزل عند ختم القرآن أو عند قراءة القرآن ودي حاجة حلو يبقى احنا نقولنا التعاون في قراءة القرآن تعاون في الدعاء سواء عند الإفطار يريد قبل ما نفطر كده قبل ما نفطر خلاص جوكتك جابت الطمر وبتاعه وقعدين على الصفر قبل ما تفطر خلاص احنا متحيئين هوت ومستعدين خلاص منتظرين الأذان يلا نخلي الديتين ثلاثة دول دعاء فالدعاء للصائم عند فطره دعاء مستجاب كما قال رسول الله خلاص يبقى قرآن دعاء تراويح صلى التراويح في المسجد يا راقل انت راقل والله رجعت ولاقيت زوجتك لسه وتصلي صلي معها ما بتصليش شجعها اللي هتبدأ وصلي معها طب هي صلت وانت صليت والله ممكن ننام شوية ممكن نصهر ممكن نقعد ونصلي ايه تهجد ما ننساش ونصلي مع بعض ده قيام الليل تعاون كمان في إفطار الصائم أمور البيت روا معها البيت يا مش لازم هي تعمل كل حاجة انت ممكن على فكة ساعة الافطار تاخد منها وتنادي على الأولاد وعلى البنات يلا تعالوا نحط الفطار وتتعاون مع ماما تعاون مع زوجتك لازم تعاود الأولاد على كده لا تجعل أولادك عال على البيت لا تجعل أولادك لا قيمة لهم لا فائدة منهم بالعكس يخدم المامتهم ويساعد مامتهم ويغسروا الموعين ويشوروا الأكل وهكذا وانت اعمل ده ابدأ بهذا أمام أولادك حتى تكون قدوة لهم ورسالة بقى حلوة أو لكل رب تمنزل لكل زود لكل أم لكل أخت لكل بنت اللي بتعمل الفطار بقول لها انت أجرك أجرين أجرين لا أجرك هتأخذي لو انت عندك زوج لو انت عندك زوج وعندك هقول ولدين يعني ثلاثة غيرك لو انت عملت إفطار وانت صايمة يبقى انت خدت ثلاث أيام ثواب ثلاث أيام صيام على يوم يبقى اليوم بتاعك باربعة من فطر صائما فله مثل أجره هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيخ الغزالي رحمة الله علي ولك لا تهونه من وظيفة ربات البيوت فموضوع الإفطار ده موضوع مهم تتحمله المرأة على الزوج أن يعينها وأن يساعدها وأن يدعمها وأن يتحمل معها يامو كذا الفطر جاهز آه طيب يلا يا أولاد وياخد منها ويحط على الصفحة يفرشوا ما جيش تقول لها مش مهمتي أصبح بتاعك لا طبعا يعني هي اللي مهمتها أن تحط نتعمل وتشيل وتعمل وتحط وتغسل نساعد برضو وتعلم من سيدنا النبي كان في خدمة أهلي ولو أنت بتيجى عند الحاجات اللي مش على مزاجك وما تعملهاش واللي على مزاجك تلدسون عن النبي ما بلاش كده بقى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يبقى التعاون هل قلنا التخطيط التعاون ثلاثة عدم تضيع الوقت عشرين أربعة وعشرين بقولك فيما يقرب من سبعة وعشرين مسلسل رمضان سبعة وعشرين فساد سبعة وعشرين تضيع وقت سبعة وعشرين تفاهة سبعة وعشرين انتهاك لحرمات رمضان سبعة وعشرين انتهاك لحرمات هذا الشهر سبعة وعشرين عمل سبعة وعشرين حلقة أنا بس أحسبها لك وأنا معاك دلوقتي لو قلنا سبعة وعشرين في تلاتين حلقة يدينا كام؟ تمنمية وعشرة حلقة بلاش ساعة خلها متوسط خمسة واربعين ديئة في خمسة واربعين ديئة انت محتاج ستة وثلاثين الف ديئة وربعمية وخمسين ستة وثلاثين الف وربعمية وخمسين ديئة علشان تتفرق على السبعة وعشرين موسلسل ستة وثلاثين الف إيه؟ ربعمية وخمسين طيب هو أصلا الشهر في قديه شهر في 30 في 24 في 60 الشهر في 43 دقيقة و 200 أيها رأيك يبقى أنت 27 مسلسل عاملين 27 أصد 36 ألف دقيقة ورمضان كله 43 ألف دقيقة و 200 ده انتهات لحرمات الشهر على فكرة مسلسلات لا تليق بالمجتمع المصري ولا تليق بحرمة الشهر وكأن الشهر شهر المسلسلات شهر المقالب شهر الفوزير شهر المفسديون أو ما بعش تلفزيون دلوقتي بقى السوشيال ميديا يعود يقلب في السوشيال ميديا يا أخي ما تضيعش وقت لا تضيع وقتك أمام هذا الهراء سدني ما تضيعش وقتك أمام التلفزيون ولا تضيع وقتك على السوشيال ميديا ولا تضيع وقتك في النوم مش أصلا صايم بيروح ينام وهو مش حنى مش حنى فين بقى المشقة ومشقة الصيام الحاجة الأخيرة تعويد الأطفال ياريت عندك طفل عنده ست سنين سبعة سنين ابدأ ربيه وعوده على الصيام يصوم يوم يوم ويوم وتحفزه وتشجعه صحيص صحر معاك وتنتظره وترحب بيه قوي وتحتفي بيه وتحتفل بيه وتحسسه أنه بيعمل حاجة كويسة وترفع من قدر اللي بيعمله عبادة أنت لازم تغرسها فيه ولازم تحببه وتعرفه إيمة اللي هو بيعمله الربيع بنت معاوس تقول كنا نصوم صبياننا الصغار ونذهب بهم إلى المساجد ونجعل لهم اللعبة من العهن نقولهم كده في التراويح بيصوم ويقول معهم التراويح ندلهم لعبة لعبوا بها في المسجد فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار هكذا فتعاونوا واجتهدوا وأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا وعلى كل زوج أن يسعد زوجته وأن يعينها وأن يريحها وأن يهون عليها وأن يوفر لها وقتا حتى تطيع ربها من تراويح وقراءة قرآن والأزقار والتهجد وكذلك يعينها على أمور البيت وعلى إعداد الإفطار كل عام أنتم بخير وشوفكم على الفخير أمور